بلغ صراع أياة الله الحاكمين في إيران حد الشتاء والتهم المتبادلة حيث رد رئيس مجلس تشخيص مصلحة نظام صادق لارجاني على منتقده بشدة اتهم عضو فقهاء مجلس صيانة الدستور محمد يزدي بالكذب والتدليس بينما دع المرجع الشيعي ناصر مكارم الشرازي إلى تهدئة التوتر بين لارجاني ويزدي حفاظا على سمعة رجال الدين والنظام الحاكم بحسب تعبيره وكان لارجاني اتهم يزدي في رسالة مفتوحة نشرتها الوكالات الإيرانية الرسمية أول من أمس بنشر الأكاذيب وبث الإشاعات والتشهير وذلك ردا على اتهم يزدي لارجاني بتشهيد القصور تحت غطاء الحوزات الدينية واستغلال منصبه عندما كان رئيسا للقضاء ونفى رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام صحى التقارير تحدثت عن نيته الهجرة إلى النجف نفيا أيضا اعتقال مدير مكتبه بتهم فساد وكان يزدي قال ان وجود لارجاني في قم أو ذهابه إلى النجف ليحدث فرقا لأن الرجل لم يكن له أي تأثير ديني يذكر ما دفع لارجاني أن يرد بقصوة قائلا في رسالته لا أحد يأخذ أراءك ودروسك في الحوزة الدينية في قم على محمل الجند ولم يرد لارجاني على التعم المواجهة ضده على التلفزيون الحكومي لكنه قال إن الهجمات ضده وخصوصا على شاشة التلفزيون كانت جزءا من سيناريو مخطط له مسبقا ومشروع أكبر لتشويه صورته وهدد بأن لديه قائمة من الأسرار حول شخصيات سياسية رفيعة وأبناء النخبة الحاكمة في حين أشار أيضا إلى أنه كان على علم بالفساد بين المسؤولين في مختلف المكاتب بما في ذلك جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني ويعتقد محللون أن الخلاف حول لارجاني جزء من حملة تصفية الخلفاء المحتملين لمنصب المرشد ما بعد وفاة خامنئي لصالح نجله مشتبة أو شخص آخر يره المرشد مناسبا كما يعتقد البعض بسيناريو آخر ويربط الهجوم على لارجاني بخلفه في منصب رئيس القضاء إبراهيم رئيسي الذي يروج له المتشددون كخليفة محتملة لخامنئي وفسر مراقبون صبت خامنئي عن المعارك المتبادلة بين أيات الله بأنها موافقة ضمنية على الهجمات ضد لارجاني بينما يذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك حيث يعتقدون أن خامنئي يريد من رئيسي أن يقضي على لارجاني ثم يتخلص المرشد من رئيسي لصالح نجله ليرث المنصب من بعده في غضون ذلك وفيما تشهد شبكات التواصل الاجتماعي حربا سيبرانية متصاعدة بين النظام الإيراني ومعارضيه في الداخل والخارج بدأ رموزه يعترفون علنا بقصوة هذه الحرب وتأثيرها على وجودهم الذي أصبح مهددا بالتهاوي حيث يتم التصدي لحملات التزييف التي يبثها النظام ومسعيه إلى اختراق حسابات المعارضين على شبكات التواصل وصدعوات للمؤسسات الدولية المشرفة عليها إلى ردع محاولات النظام هذه من جانبها نددت المقاومة الإيرانية بقوة بالجولة الأوروبية الحالية لوزير الخارجية محمد جوال الظريف والتي تشمل فنلندا والسويد والنروج مطالبة بإلغائها ومؤكدة أنها تشجع النظام على استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وتصدير الإرهاب ونشر الحروب وأكدت أن الظريف يمثل نظاما هو المسجل العالمي لعمليات الإعدام والرعي الأكبر للإرهاب والمصدر الرئيسي للأزمة والفوضى مضيفة أن الظريف كان يتباه دوما بمصاحبة مجرمين مثل حسن نصر الله وعماد مغني وقاسم سليماني وغيرهم مطالبة بتقديمه على غرار خامنئ وروحاني وقاسم سليماني وغيرهم من قادة النظام الإيراني إلى العدالة